اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الشيخ محمد رحمه الله لو علمت أن هؤلاء الذين كفرهم الشيخ الإسلام بن تيمية أن عندهم من العلم ومن البصيرة ومن الفهم لا أخذك العجب من فعل هؤلاء الذين يزعمون أن أن من كان على علم بتوحيد الربوبية أنه على حق وأنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقال أيضا في الباب ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن علي إله أو نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره فتأمل هذا نعم هذا الشيخ تقي الدين يقول بكفر من هذه صفاتهم مع أنهم من أهل العلم بل من المتبحرين في العلم ومع هذا جهلوا توحيد الولوهية وبقوا على توحيد الربوبية وهذا ما عليه كثير من المتفقهة في هذا الزمان نعم أحسن الله قال رحمه الله ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن علي إله أو نبي نعم يكون هذا شرك مغلط إذا 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 زعم أن أن أحدا من الصحابة يسعه الخروج عن شريعة الله فهذا كافر بالإجماع فكيف بمن متفقهت هذا الزمان نعم أحسن الله قال هذا إذا كان كلامه في علي فكيف بمن ادعى أن ابن عربي أو عبد القادر إله نعم ابن عربي هذا أكبر الملاحدة في زمانه وكذلك عبد القادر الجيلاني فهذا مثال لأهل الصلاح وذلك مثال لأهل الباطل نعم يقول من ادعى أن ابن عربي أو عبد القادر إله زعم بتأليه ابن عربي أو عبد القادر نعم فلا فرق بين كفر هذا وكفر هذا أحسن الله كذا كافر بالإجماع نعم أحسن الله وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب أن الإله ليس هو الرب بل الإله الذي تألهه القلوب بالعبادة والتوحيد نعم أحسن الله وعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة نعم هذا بيان شرك هؤلاء وأنهم مع تبحرهم في توحيد الربوبية وقعوا بالشرك في الألوهية بسبب جهلهم بمعنى الإله وهو المعبود بحق وزعموا أن الإله هو الرب فلا فرق عندهم بين الرب والإله نعم أحسن الله إليك وعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة نعم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأن شرك هؤلاء دائم في الرخاء والشدة مع أن المشركين الأولين شركهم في حالة الرخاء وأما في حالة الشدة فإنهم يخلصون العبادة لله عز وجل كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتهم وكان الإنسان كفورا نعم قال رحمه الله قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجة مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله فهم لا يدعون إلا في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا نعم فشركة الأولين إنما هو في حال الرخاء وأما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا نعم أحسن الله إليه وقال أيضا في الإقناع في الباب ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله فقال في الإقناع يحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله فهذا في الفقه ذكر هذا في الفقه لأن الفقه الفقه في الإسلام يعرفون التوحيد ويقرون به وأما هؤلاء ففقه ففقه يعني في الجاهلية وفي الإسلام فقه قاصر على توحيد الربوبية نعم أحسن الله قال قال في الباب يعني باب حكم المرتد ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ومنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطها ومنه ما يبغض أحده أحدهما للآخر ويحبب بين اثنين ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته نعم يكفر يكفر الساحر بسحره تعلم السحر وتعليمه والعمل به وهؤلاء لا يكفرون السحرة ولا يحذرون منهم لأنهم في نظرهم مسلمون نسأل الله العافية نعم نسأل الله قال رحمه الله فتأمل هذا الكلام ثم تأمل ما جرى في الناس خصوصا الصرف والعطف تعرف أن الكفر ليس ببعيد الصرف والعطف هذا نوع من أنواع السحر صرف الرجل عن زوجته أو تعطيفه عليها بسبب السحر هذا موجود في السحرة في المسلمين فكيف بالسحرة السابقين إنهم أشد أشد ضررا وأشد كفرا نسأل الله العافية والسلام نعم أحسن الله قال وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع يعني باب حكم المرتد وشرحه تأملا جيدا وقف عند المواضع المشكلة وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإجارة يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم نعم هذا ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تأمل هذا من هذه الكتب كتب الفقه عند الحنابلة تجد العجب العجاب أنهم حذروا من الشرك ونهوا عنه وهناك فقه من المسلمين لا يهتمون بهذا نعم قال رحمه الله وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار النذر الذي يقع من أكثر العوام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا باطل إجماعا لوجوه يوفون بالنذر قال الله جل وعلا يوفون بالنذر النذر هو أن ينذر شيئا يفعله أو شيئا يجتنبه من المسلمين والوفاء بالنذر واجب كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخاهون يوما كان شره مستطيرا فمن صفات أهل الإسلام أنهم يوفون بالنذر إذا نذروه لأنه لأنه حلف نوع من الحلف ومن حلف بالله على شيء وجب عليه أن يفي به إذا كان حقا نعم إذا كان أحسن الله إليكم النذر لغير الله لقبر بعض الصلحاء قال يا سيدي فلان إن رد غائبي نذر باطل هذا هذا نذر باطل أن كلامنا في النذر الحق أحسن الله هنا قال قوله يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضية حاجتي فلك كذا وكذا باطل إجمع لوجه منها أن النذر للمخلوق لا يجوز نعم هذا واحد ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر إلى أن قال نعم ظن أن الميت يعتقل نعم هذا من كلام الشيخ قاسم في درر البحار الحنفية الحنفية نعم نعم أحسن الله نعم واعتقاد هذا كفر إلى أن قال إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين نعم لأنه لغير الله جل وعلا نذر لغير الله وصرفه والنذر من أنواع العبادة فصرفه عن عبادة الله هذا كفر بإجماع المسلمين قال تكملة كلام الشيخ قاسم وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي نعم أحمد البدوي هذا يعني معروف في الإسلام أنه أنه مشرك ولا يعرف من إسلامه إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة وبال فيه ثم خرج لأنه ولم يصبه شيء يعني بال في المسجد ولم يصبه شيء فقالوا إن هذا ولي من أولياء الله نعم قال الشيخ رحمه الله فتأمل قول صاحب النهر مع أنه بمصر ومقر العلماء كيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه فتأمل قوله من أكثر العوام أتظن أن الزمان صلح بعده أين إذا كان هذا في وقت السابقين فكيف بالوقت المتأخر إن الشر زاد بعدهم أسألوا الله العافية نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خير الجزاء وأفاو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر